وزير خارجان النهاردة سامح شكري قال انه مسألة الوصول الى اتفاق قانوني وملزم امر مفروغ منه لابد من الوصول اليه وانا المنطقة ستتحول الى ما لا يحمد عقباه تكلمه قال لو انت تركز في تصراحات سامح شكري متصاعدة انبارح كان في قطر كل الخيارات امامنا مفتوح النهاردة بيقول نحمل المجتمع الدولي ما قد ينتج عن استمرار هذا الوضع من توتر وتصعيد يكون له اثر بالغ وسلبي على الامن والاستقرار بمنطقة شرق افريقيا والقرن الافريقي بكل المشكلات القائمة به ويتعدى ذلك القرن الافريقية بصفة عام كلام يتوزن بدهب كلام مهم جدا الكلام اللي قاله وزير خارجية النهاردة كلام في غاية الاهمية كان بيلتقي مع وزير خارجية لكسنبورج النهاردة في القاهرة ويتكلم على صد النهضة ووزير خارجية لكسنبورج تكلم انه بأيد موقف مصر وحق مصر الى اخره لكن سيد سامح شكري استغل الموقف وقال كده بالزبط نحمل المجتمع الدولي مسئولية ما يجري وبنهدد احنا بنحذر بنحذر ان المنطقة منطقة شرق افريقيا كلها والقرن الافريقي كله ستحول الى منطقة توتر وتصعيد تؤثر ليس على المنطقة بل القرن الافريقية ويتخطى هذا التأثير هذه المنطقة جغورفيا يعني معناها الكلام اللي قلنا بكده يصل الى يعبر تعبر المشاكل والازمات ونتائجها المتوسط كلام ده قلنا بكده بشكل واضح جدا جدا